حل مشكلة الشبكة على تطبيقك الخاص سنابشات اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على التطبيق الإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول الأسفل أضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاصة بعدها سوف نقوم بالنزول البحث عن تطبيق سنابشات في هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول نضغط على سنابشات ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم وبعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا اشتراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر